السلام عليكم ورجعناكم بفيديو جديد وهل مرة عندنا شرح مميز لبرنامج مميز أغلب تليفوناتكم بها هذا البرنامج ولكن الأغلبية منكم ما مستفادين من الخدمات العظيمة والجبارة اللي يقدمها هذا البرنامج شنو هو البرنامج وشنو الخدمات اللي يقدمها هذا البرنامج هذا الشيء اللي رح نعرفه في فيديو اليوم عليكم تابعنا حتى النهاية طبعا البرنامج هو برنامج لعدسة من شركة جوجل أغلب الأخوة يجهل كيفية استخدامه والاستفادة منه بشكل كبير لأنه امكانيات هذا البرنامج رغم أنه برنامج صغير ولكن امكانياته جبارة اليوم رح نشرح ثلاثة خواص جدا مهمة بهذا البرنامج وثلاثة خدمات ممكن تحصل عليها بشكل مجاني من هذا البرنامج هذه الخواصة الثلاثة أول شيء كيفية تعرف على الأشياء مهما كانت وأينما كانت ثلاثة خاصية ترجمة النصوص من أي لغة إلى أي لغة بالعالم ثلاثة كيفية تحويل الكتابة بخط اليد إلى كتابة رقمية وتحويلها مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر وهذا الشيء رح يسهل عليك بشكل كبير تحويل الكتابات اللي تقوم بكتابتها بخط اليد إلى جهاز الكمبيوتر بدون الحاجة إلى طباعتها أو كتابتها بشكل رقمي هذه الخدم الأمور رح نشرحها وأكثر فتابعوا إياي خطوة بخطوة أول شيء إخوان خلينا نروح إلى متجر بلاي وننزل البرنامج للأخوة اللي ما عدهم البرنامج مجرد تكتب عدسة جوجل بهذا الشكل رح تجي تشوف البرنامج أمامك هذا البرنامج تقوم بتثبيته إذا كان مثبت عندك تروح مباشرة وتفتح البرنامج بهذا الشكل بعد ما تضغط على البرنامج يفتح وياك بهذا الشكل اللي يشوفه أمامك طبعا أول شغلة راح نيجي نتحدث عنها هو التعرف على الأشياء لنفرض أنه أنت عندك فرد قطعة لتكون هذه القطعة اللي بإيدي ما تعرف شنو هي هذه أو شنو فايدتها لنفرض أنه أنت مثلا عثرت على جزء معين أو على قطعة معينة أنت متجهل شنو وظيفة هذا الشيء مجرد أنه توجهها أمام الكاميرا بهذا الشكل وتضغط على علامة البحث ستشوف أنه الجهاز راح يشرح لك عن أهمية هذه القطعة وشنو فايدتها مثل ما تشوفون أكثر من موقع عارض هذه القطعة ويفضل أنه دائما من الصور القطعة التي تريد تتعرف عليها صورها بشكل واضح أو على خلفية بيضاء حتى يسهل على البرنامج وتعرف عليها بشكل دقيق مثل ما تشوفون هاي القطعة شنو فايدتها وشنو سعرها وكل شيء تفاصيل عنها يعرض لك إياها طبعا أيضا بنفس الطريقة تقدر تتعرف على الأدوية اللي ما تعرف شنو استخدامها فقط حط علبة الدواء أمام عدسة جوجل وراح تشرح لك بشكل كامل شنو هو الدواء ومن إنتاجها الشركة وشنو فايدتها كيفية استخدامها وغيرها من الخطوات شوف السعر عني مثل عندي هذا الجهاز لنفرض أنه أنا ما أعرف شنو مثل ما تشوف مباشرة يقول لك هذا دي في دي رايتر ويعرض لك الشركة المنتجة مالتا وأسعارها بالسوق وينطيك أكثر من موقع على النيت تقدر عن طريقة تشتري نفس المنتج أو تعرف تفاصيل إضافية عنها أي شي راح تشوفه أمامك تجهل شنو هو مثل نفرض هذا القطعة هذه القطعة أيضا راح نجي نحللها ونتعرف عليها ومجرد أنه أوجه الكاميرا عليها بهذا الشكل وأضغط عليها بهذا الشكل راح يجي البرنامج مثل ما تشوفون مش راح لي بشكل دقيق عن أهمية هذه القطعة وفايدتها كذلك تفاصيل عن بلد المنشأ مالتها وسعرها بالسوق وغيرها من التفاصيل هذه أول خاصية طبعا خاصية تعرف على الأشياء مو بس عن طريق الكاميرا وإنما تقدر تفتح برنامج العدسة بهذا الشكل مرة أخرى وتجي تفوت على الستوديو الخاص بالموبايل مالك وتجي تتعرف على أي شي تريد لنفرض أنه هذه الصورة مع أطفالي ومعهم كلب مباشرة نشوف المخلوق اللي واقف فيهم لنفرض أنه أنا ما أعرف شنو هذا يقل لك هذا كلب ولنفرض أنه هذا اللبس إذا أريد أشتري منه عنده اللبس اللبس للطفلة وباشاة يطلع له كله هذا اللبس إجهد سعره وهوين يتواجد أي شي تأشر عليه بصورة لنفرض أنه السيارة هذه مجرد الضغط عليها ينطيك صور مشابهة لها وأي شغلة تقدر تعرف عليه لنفرض هذا الكتاب مثلا مجرد أنه الضغط أضغط على الكتاب رح ينطيك الكتاب شنو هو وين ينباعه شنو فايته وأيضا لو جينا وحللنا صورة أخرى لنفرض هاي صورتي مثلا مجرد أنه يحللها راح تشوف أنه يقل لك هذا التشيرت بشغل سعره ومن وين تقدر تشتري شوف حتى نطاني الماركت اللي أنا ميشتري من عنده مباشرة ألسي وكيكي ونطاني سعره فوق مثل ما شوف 280 ليرا وغيرها من التفاصيل طبعا أي شيء وأي جزء بالصورة تقدر تأشر عليه ويشرح لك عنها بشكل كامل كذلك تقدر تتعرف على مصادر الصور لنفرض النواعي الصورة أنا ما أعرف أحد دازل هي أريد أن أعرف مصدرها لهذه الصورة نشوف هناك موقع ناشرها مثلا على تيك توك أو مثلا هناك موقع آخر ناشرها بمكان آخر تقدر مباشرة نتعرف على الصورة ومصدرها أو مكان اللي طلعت منها الصورة وغيرها من الأمور أي شيء تقدر تتعرف عليه مباشرة نشوفه هنا عندي هذه الساعة الذكية مباشرة نحللها تطلع لي الماركة مالتها والسعر مالتها وتفاصيل كاملة عنها وغيرها وغيرها من الأمور اللي تقدر عن طريق هذا البرنامج الرهيب تتعرف على الأشياء اللي موجودة أمامك بالصورة بكل بساطة مثل ما شفتوا هذه الخاصية الأولى وهذه الخاصية تتعرف على الأشياء راح نكون ختمناها أترك لك أنه تفرع بها وتعمق بها أكتر حتى توصل إلى نتائج أكتر تستفاد منها أنت بالشكل اللي شوفها صحيح نروح إلى الخاصية الثانية وهي الخاصية ترجمة النصوص من وإلى جميع اللغات نفرح نبتح برنامج العدسة مرة أخرى ولنفرض أني أريد أترجم نص معين موجود بمكان معين أجي وأحط النص أمامي بهذا الشكل ومجرد الضغط على العدسة بهذا الشكل سأشوف أنه حلل الكتابة اللي موجودة على الورقة وأجي أختيار النص مباشرة قام بتحديدة مثل ما شوف باللون الأزرق وأجي أقول لها ترجمة رح نجي نشوف رح يحولها مباشرة هاي الكتابة اللي موجودة قدامك مباشرة تنزل الجو رح يشوف عزيزي ولي الأمر هل يمكن أن تجعل طفلك يقرأ لا نتوقع أبدا على النموذج إذا كان طفلك لا يقرأ كتابة إذا قمت بتفكر عليه فإنك لن تقدم معروفا لطفلك بل تؤذيه وغيرها يعني كل الكتابة اللي كانت أمامي حولها من اللغة التركية إلى اللغة العربية مثل ما شوفون وبترجمة دقيقة وتقدر تعتمد عليها وتفهم أي شيء تشوفها أمامك طبعا مو بس اللغة التركية أي لغة بالعالم أي كتابة تشوفها أمامك رح تقدر تحولها مباشرة وتترجمها بدون الحاجة إلى الاستعانة يعني الاستعانة ببرامج أخرى فقط توجه تامير تريفونك إلى أي نص تشوفها أمامك وراح مباشرة يحول إلى اللغة اللي تفهمها أنت بشكل مباشر واجهة محال كتابك تبليغ ورقة معينة أي شيء رح تقدر تحولها عن طريق عدسة جوجل بكل سهولة هذه الخاصية طبعا أيضا تدعم له تأخذ نص من الاستوديو عندك وتقوم بترجمة بشكل فوري لنفرض أنه هذا هذا مقطع من قصة قصيرة مباشرة مثل ما شوف قلت لأختار النص اختار النص أمامنا وإذا جننا على حكم الترجمة نختار اللغة مكتوبة هنا العربية اللي هو تعرف عليها واختار اللغة المقابلة لنفرض التركية مجرد الضغط حول كل النص اللي موجود أمامي إلى اللغة التركية وأقدر أيضا أدوس عليه نقرأ بهذا الشكل وأنسخ النص بشكل مباشر وأستفاد منه بأمر آخر يعني أقدر أخذ هذا النص وانسخه واستخدمه في أي شيء يعني مو بس ترجمة وإنما ترجمة وإمكانية النسخ والتحويل والتعديل على النص اللي موجود بالصورة وهي صورة أي نص راح تقدر تعمل معه بهذا الطريقة تخيل أنه أنت عندك فرد كتاب معين بلغة معينة ما فهم أنت الكتاب اللي بي عندك صورة مثلا أنت مصورها من الكتاب مجرد أنه تدخل الصور على البرنامج وتكون بتحليلها وترجمتها إلى أي لغة أنت تريدها هاي الخاصية الثانية اللي حبيت أشرحها بالبرنامج وننتقل حاليا إلى الخاصية الأخيرة والثالثة من خواص البرنامج وهي طريقة تحويل أي نص كتابي بهذا الشكل ونفرض أنه أنا كاتب هنا مثل ما تشوفون مقطع بسيط مجرد الضغط عليه وأجي أضغط على الكتاب بهذا الشكل راح أجي أحدد الكتابة اللي أنا كتبتها بخط اليد وهسه فورا نقدر أقول لها خيارات على هاي الخيارات وقل لها نسخ إلى جهاز الكمبيتر بمجرد النسخ إلى جهاز الكمبيتر راح يقول لي يا جهاز الكمبيتر رأقول لها النشط حاليا هتختار الجهاز النشط ومباشرة قام بنسخ النص اللي أنا اخترته طبعا بالخاصية اللي قبل هاللي شرحناها بعد ما ترجم الناس أيضا تقدر تنسخ إلى جهاز الكمبيتر وتستفاد منها بشكل أو بأخر أنا حاليا هذا هاي كتابة اللي أنا كاتبها بخط اليد لنفرض أنه هي عبارة عن ملزمة كاتبها الأستاذ أو دفتر من صديق قمت باستعارته وتريد تنقل هذا الخط اليدوي إلى كتابة رقمية وتستفاد منها بجهاز الكمبيوتر أو لنفرض أنه أنت مدرس مثلاً وعندك ملزمة كاتبها بخط إيدك ماكو داعي تروح إلى مكاتب الطباعة وتنطيهم أجرى مقابل أنه يحولوا لك هذه الكتابة اليدوية إلى نص كمبيوتر راح تقدر مباشرة بهذه الطريقة تتحولها إلى جهاز الكمبيوتر بالشرط أن يكون الحساب الجوجل مالتك حساب الجوجل أو الجوجل أكاونت يكون مفتوح للتليفون مفتوح لجهاز الكمبيوتر في نفس الآن هنا السعاني هذا الحساب مالتك مفتوح نفسه على الكمبيوتر ومفتوح على التليفون فمجرد يقول لها خيارات ونسخ إلى جهاز الكمبيوتر نسخ الناس إلى جهاز الكمبيوتر مثل ما شاهدوا طبعاً من تقول لها نسخ إلى جهاز الكمبيوتر ينطيك الكمبيوترات التي مفتوح عليها لحساب مالتك فتختار الجهاز النشط حالياً وتكون بهذه الطريقة نسختها هسا خلينا نروح إلى الديسكتوب بهذا الشكل ونزل هذا الجزء تحت مثل ما شوفون راح أجي أفتح برنامج الورد بهذا الشكل وأجي أفتح مستند فارغ والنص اللي نسخته أقول لها لصق راح أشوف أنه الكتابة اللي أنا كنت كاتبها بخط إيدي حولها إلى كتابة كومبيوتر بشكل مباشر وأقدر أعدل عليها بالشكل اللي أريدها بكل سهولة هذه الشي راح يساعدك جداً هذا الشي راح يساعدك جداً بعمل عمل التحويل للنص اليدوي أو اللي كتبتها بإيدك إلى جهاز الكمبيوتر مثل ما شوفون يعني كتابة دقيقة جداً وتحويل بشكل رهيب لكتابتك اللي انت قمت بكتابتها بخط اليد وبهذا نكون غطينا أهم الأمور اللي يقوم بها برنامج العدسة أتمنى تستخدموه بشكل مكثف وتسهلون أشغالكم اليومية بهذا البرنامج أنا أستخدمه بشكل مكثف وأتمنى أنه أنتوا أيضاً تستفادون منا هذا كل شي اللي حبيت أوضحه بفيديو اليوم أتمنى يكون الفيديو عجبكم إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالعجاب بالفيديو وليشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم بكل جديد كامو ياكوب سيف قداوي من قناة قداويتيك في أمان الله